موسيقى نرحب بكم سادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج إنهم فتية نعيش اليوم مع صحابي جليل وفتن من فتيان الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الذي تربى مع أبيه وهو من الصحابة القريبين على النبي صلى الله عليه وسلم فلما استشهد أبوه في معركة أحد رضي الله عنه وكانت هذه المعركة قد استشهد فيها كثير من الصحابة الأجلاء ترك له تسع بنات أخواته التسعة كان جابر يداريهن ويربيهن رغم أنه كان صغيرا فقد تحمل هذه الأمانة وهذه المسؤولية الثقيلة وهو لا زال في مقتبل حياته فلما كبر شيئا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل تزوجت؟ فقال نعم يا رسول الله تزوجت ثيبا قال لماذا ثيب؟ هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هل لا تزوجت بنتا وأنت لازلت شابا صغيرا يعني تزوج امرأة أرملة أكبر منه في السن قال له يا رسول الله أن أبي استشهد في أحد وترك لي تسع أخوات ولا لم أشأ أن أأتي لهم بزوجة تكون قريبة من أعمارهم فآثرت على نفسي أن أأخذ ثيبا أكبر منهم في العمر لكي تربيهم هذه في الحقيقة تضحية كبيرة تضحية اجتماعية كبيرة من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وفعلا قامت هذه المرأة الثيب زوجة جابر الصالحة بتربية هؤلاء البنات التسعة وكبرتهم على الإيمان وعلى التقوى هذا هو جابر بن عبد الله الذي كان مضحيا في أول حياته وبقي على هذه التضحية إلى أن مات والتحق بالرفيق الأعلى رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الدرس الأول الذي نقف أمامه باستحياء في الحقيقة وننحني لجلال هذا الدرس ألا وهو التضحية الاجتماعية فقد ضحى تضحية كبيرة في حياته أن تزوج ثيبا ولم يتزوج بكرا لكي تكون هذه المرأة أكبر من أخواته وتربيهم تربية صالحة هذه التضحية قد تكون تضحية غير منظورة ولكن هناك كثير من هذه الحوادث التي ينبغي أن تسجل أقول كان لي صديق توفي أباه أيام الحرب العراقية الإيرانية الثمانينات وعندما دفناه هو الأخ الأكبر فرأى أن مسؤولية الوالد انتقلت على كتفه فبقي يجادل ويجاهد في هذه الحياة من أجل أن يكبر هؤلاء البنات ويزوجهم وتأخر في زواجه إلى أن أنهى دراسة هذه الأخوات وزوجهم وبعد ذلك تزوج متأخرا أمثال هذه التضحية الاجتماعية موجودة في ذاك الزمن وموجودة في هذا الزمن ينبغي أن نأخذ هذا الدرس منهم هؤلاء الصحابة وهذا الجيل وبالأخص الفتيان منهم الذين نتدارس أحوالهم ونريد أن تنعكس هذه الدروس في حياتنا قال فيهم الشاعر يا خير جيل على الأرض التي بسطت ما سار مثلكم في البر والبحر فرسان حرب إذا ما الحرب قد حميت رهبان ليل إذا ما جلت في السحري يعني هذه الخاصية في هذا الجيل المتفرد كانت في الحقيقة خاصية مثيرة للانتباه إذا حمي الوطيس هم فرسان في مقدمة الركب وإذا خيم الليل ما كان أكو قتال في الليل فيذهبون إلى محاربهم ويصلون في ظلمة الليل إلى الله تبارك وتعالى ويتقربون إليه كما فعل الفاروق عمر عندما كان يجول ويوصي القادة بتتبع الجنود في خيمهم ماذا يفعلون في الليل فإذا كانوا يصلون ويقرؤون القرآن قال هنا فوزنا وإذا كانوا ينامون أو يقضون الأوقات بغير القرب إلى الله تعالى يقول منها هنا نؤتة فأكمل الشاعر وقال يا خير جيل صحبتم خير من وطأت أقدامه أرضا في حل وفي سفري هم الذين لشرع الله قد حملوا هم الذين لشرع الله قد حملوا هم الهدات بآي الله والسور هؤلاء الصحابة عن طريق القرآن الكريم الذين ترعرعوا وكبروا واستنشقوا من روح هذه الآيات والسور كبروا شيئا فشيئا فكانوا هؤلاء الرجال الذين وصفوا وصفوا كأنهم قرائين تمشي على الأرض وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتهم وأسوتهم فسئلت السيدة عائشة عنه فقالت كان خلقه القرآن كان قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام وربى هؤلاء الصحابة بنفس الطريقة على الآيات والسور ورباهم على حب هذا الدين وعلى الإيمان به وعلى أن يرتقوا بأنفسهم وفي قلوبهم إلى أن يصلوا إلى هذه المستويات التي والله عجزت الأمهات أن تلد أمثال هؤلاء الرجال وهؤلاء الفتية في ابتعادهم عن ملذات الدنيا وابتعادهم عن شهواتها وارتقائهم بدرجات الآخرة وارتقائهم بأرواحهم إلى الله تبارك وتعالى هم يعيشون في الأرض ولكنهم أرواحهم وقلوبهم معلقة بالسماء هذا هو حال أصحاب رسول الله هذا هو حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأخص ما نتكلم عنهم الفتيان والشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر